رجعنا لكم مرة ثانية وكنت اكلمكم قبل الفاصل حولا يعني ايه الرياضة لان احنا محتاجين احنا نرجع تاني ورا عشان نفهم احنا ليه بنيلعب رياضة عشان نفهم احنا لما نكسب او نخسر الناس مستنية منا ايه مش مستنية منا العكس يعني ايه الرياضة يعني تسلم على الفايز تهني تفهني الفايز وتشدي من قذر المهزوم هي دي الرياضة هي دي اللي احنا فهمناها وهي دي الاصل وإحنا موجودين هنا وبرامج وصناعة كاملة عشان نخلي المجتمع يرتقي طب اللي حصل ده يخلي المجتمع يرتقي عشان كده برجع وأقول لكم وأكد على النقطة اللي بديت بها الحالة قبل الفاصل عشان اللي ما كانش معانا يسمع تاني أنا عارف إنكم زعلانين عارف إنكم حتى وإحنا خسرانين بضربات التراجيح عارف إن أنتو مش مبسوطين لكن وإنت في الحالة دي خليك فخور بناديك ليه خليك فخور بناديك لأنه النادي الأهلي صاحب رسالة صاحب رسالة لما بيكسب اللي الرياضة بتقول كده لما بيكسب بنهني الخسران بنشد من أزر الخسران بنشد من أزره وده حصل في مواقف كتيرة على امتداد تاريخ النادي الأهلي أخيرهم شريف إكرامي في مباراة الأهلي والزمالك برضو وللصدفة البحتة إنه مع اللاعب اللي كان بفعل فاضح هو ده النادي الأهلي عشان كده خليك فخور بناديك مش إحنا النادي الأهلي يعني هو اللي ينزل لهذا المستوى ما حدث النادي الأهلي كان كله رد فعل أو دفع الظلم أو دفع أي إزاء بدني فمحدش يوقف لك صورة في وقت من الأوقات ويقول لك شفت كان بيعملهم حتى اللي بيقولوا إنه هم أوصلوه كهرباء إنه هم أوصلوه أول منزل الملعب حاجات خارجة كتيرة جداً ومع ذلك كان دفع الظلم أو دفع الإيزاء البدني أرجع تاني للنادي الأهلي وخليك فخور بليه عشان النادي الأهلي زي ما قلتلكم على مدار تاريخه أوقف لعبين كبار جداً جداً على مر تاريخه من 1907 إلى الآن لعيبة كبار جداً حسين حجازي حسام حسن عدل هيكل يا راجل مرة اختلف مع موظف إداري في النادي على ما أتذكر يعني عامل على الباب تم إيقاف عدل هيكل وعادل هيكل بهذا الاسم الكبير حسام حسن وابراهيم حسن طيب قبل الفصل برضو قال لن هارس قال لكابتن صالح سليم إنه ممكن أخسر الدورة عشان حسام حسن قال له في وقت ما كان فيه النادي الأهلي مختلف مع حسام حسن هو ده النادي الأهلي عشان كده بقول لك خليك فخور بالنادي الأهلي خليك فخور بفريقك فريقك خسر لعدم توفيق والكورة بتتلعف في تفاصيل صغيرة قوي تفاصيل صغيرة يعني لو كورة جيلاردو اللي جات في أول خمس دقيقة أو عشر دقيقة من المطش كان جات جون التوفيق وعدم التوفيق شايفين عضلة واحدة تفرق في إنه كان شاطها بس وقفى الرجليل جوه كان جات جون كان الكلام كله تغير والمطش تغير وي وي لكن هو عدم توفيق مدربك عظيم عمل أرقام كبيرة جدا وماشي كويس جدا جدا وموصل فرقتك والفريق المنافس كان واقف في نص ملعبه طوال المباراة يطلع يعمل الهجمة ويرجع يقف في المنافسة ككورة طبعا عندوك فاكرة النهاردة كبيرة مع الكابتن شريف عملنا ما هتتكلمه على الكورة وهتسمعه كويس قوي لكن فانتوصلت عدم توفيق في مباراة عمرنا ما نهدم المعبد فعشان كده بقولك إيه خليك فخور بناديك أنا من يوم الخميس بتجلي رسائل كتير جدا لكن